مع التدعيات الانسحاب من سباق الانتخابات وتحول المشهد السياسي العراقي الى عدم التكهن بمصير يوم الاقتراع وخارطة سياسيه ومرشحي البرلمان المنتظر ينتج عنوان الثبات على الموعد باجراء الانتخابات على طاولة جمعة رئاسات الثلاث ورؤساء القوى والاحزاب الوطنية اجتماع جاء ينهي الجدل في تحديد عقارب الساعة التي تعلن انطلاقة يوم الانتخابات التزام وعزم وتصميم كلمات منحت التوقيت الزمني ومعايير نجاح العملية الديمقراطية وتحصينها هو بمثابة الرد الكفيل بتحقيق رغبة شعبية تخدم ما يريده الشارع في صناعة التغيير وضبط معادلة القرار السياسي تلك المعادلة التي انسحبت منها بعض القوى السياسية كانت مخرجات الاجتماع مؤكدة على ضرورة عودة تلك القوى عن قرارها الانسحابي لدخول بيت الحوار الصريح بمكاشفة دون مواربة اذا هي ضرورة المشاركة التي لم يغفل المشاركون ايضا فيها عن مشاركة المرأة في صناعة العملية السياسية صناعة تدخل في اللحظات الاخيرة قبل طباعة اوراق اقتراعها وطباعة يوم العاشر من تشرين الاول المقبل كموعد حتمي يقرر مصير العراق والعراقيين ومن بيت الحوار الصريح الى البيت الابيض الذي يدخل حديثه في دعم العراق باجراء يوم ديمقراطيته فان الاتفاق الذي خرج من حوار استراتيجي وضع في اطار العهد الذي يحفظه العراق وسياسيوه ملتزمين به بعد ان مد رئيس الوزراء الطريق بين بغداد وواشنطن الى مسافة حفظ السيادة العراقية وخدمة مصالح العراق وتحول العلاقة الى تعاونية امنية وتدريبية تمهد عهدا جديدا من الاستقرار معادلة تتكامل فيها الانتخابات مع الحوار الاستراتيجي باستقرار في السياسة والامن والاقتصاد عصب العراق الذي يشكو من ثلاثية تصنع نهضة الدولة ومستقبلها